زيارة رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى تشاد تندرج في إطار علاقات الأخوة والصداقة بين الرئيسين والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الجارين والشقيقين تشاد والسودان وقد استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي حيث عقد الرئيساني جلسة مباحثات ثنائية استعرض خلالها علاقات التعاون الثنائية المتميزة التي تربط البلدين وتناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك تربط البلدين أواصر تاريخية وتجمع الشعبين الجادي والسوداني علاقات أزلية وشهدت هذه العلاقات في الأوينة الأخيرة تطورا كبيرا عبر تبادل الزيارات الرسمية وإبرام الاتفاقيات وتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة البلدين وهناك مشروعات ترميل ربط البلدين اقتصاديا وتجاريا من بينها مشروع الألياف الضوئية ومشروع السكة حديد لربط جمينا بميناء بورد سودان مما سيسهم في تسهيل الحركة التجارية ومرور السلاعي من وإلى سودان وفك العزلة عن شاد وربطها بالعالم الخارجي ويسعى البلدان إلى زيادة حجم التجارة البينية وفتح مجالات الاستثمار المختلفة شاد بالنسبة للسودان أكثر من أخوه علاقة قديمة وراسخة وضاربة في جزر التاريخ ولدينا تداخل كبير جدا قبلي ومتعدد ومتنوع وشاد كانت لها دوار مقدرة في دعم استغرار السودان طيلة السنوات الماضية وآخر هذه المجهودات كانت في جوبا نحن لفرصة أن نشكر أخوانا الشاديين على استضافة لأعداد مئات الألاف من السودانين اللاجئين موجودين هنا في شاد وما شعرين بأنهم في بلدهم نحن نشكر الحكومة ونشكر المواطنين الشاديين على استقبال لهؤلاء النازحين شاد والسودان يمران بوضع سياسي مماثل فكل البلدين يشهدوا فترة انتقالية لذلك كان الملف السياسي خاصة نجاح الفترة الانتقالية في البلدين وصولا إلى انتخابات سلمية وهادئة على طاولة المباحثات بين الرئيسين الملف الأمني أيضا كان له نصيب في هذه المباحثات فالبلدان يتقى سمان حدودا مشتركة وقد أنشأ قوة مشتركة لتأمين حدود البلدين وضمان أمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم نطلعت السيد الرئيس على مجريات الأوضاع في السودان وتناولنا الأوضاع الإقليمية خاصة بدول الجوار حتى يكون هناك تنسيق مشترك في المواقف بما يحفظ أمن البلدين وما يعزز السغة والتعاون بينهم تكلمنا في أمورنا المشتركة قوات الحدودنا المشتركة القوات المشتركة التهديدات في دول الجوار إذا كانت من ليبيا من أفريغيا الوسطى من كل مكان تحدثنا في هذه الأمور واتفقنا تماما عن أن يجب أن نعمل سويا حتى نحفظ الأمن والاستغرار في القليل العلاقات الجادية السودانية قديمة ومتجددة ويسعى البلدان إلى تطويرها وتعززها وتأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى شاد في هذا السياق وهي زيارة مهمة بالنظر إلى حجم التحديات التي يواجه البلدان على رأسها نجاح الفترة الانتقالية في كل البلدين لذلك كانت الزيارة سانحة للرئيسين للتباحث وتبني مواقف مشتركة ورؤى موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين